عبدالحكم شور مدير مهرجان سيدي عثماني السينما المغربية الحمد لله مهرجان نجحها لجميع المستويس راهنا فاد دورة هادية لأننا نستقطبوا أكبر عدد من الشباب هنشحنا فيها الحمد لله الجميع الأنشطة ديال مهرجان كالعدد كبير ديال الحضور ديال الشابات والشباب حاولنا أننا نعملوا تكوينة اللي تكون في مستوى طموحات ديال الشباب بحكم أن الشباب تعطش المعرفة المهن السمعي البصاري وكذلك سينمائي عملنا وراشات تكويني الهد الصداد كتم القراءة الفيلمية كتم كذلك كتابة السيناريو كتم كذلك الكتابة ديال النقد السينمائي والتلفزيوني حصات عنها الحمد لله من خلال تمانية وربعين طلب ديال المشاركة ديال الأفلام اللي كلها في الحقيقة كلها كلها رائعة كلها من 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 الشباب والشباب هذا هو الجميل اللي نحمد لله الشباب تبارك الله طول عطاء دياله وهذه الأعمال ديال الأفلام القصيرة هاد المرة وقعت واحد قفزة لا على مستوى الصورة لا على مستوى الموفمون كاميرا لا على مستوى النارة على مستوى الاختيار الممتل للكاستينج لا على مستوى الديكور تبارك الله كل شيء كاف بسهوهد الشباب ديالنا يستحق كل تقديره كل الاحترام علاش لأنه موامل بالبينيار ديال المستقفل ديال الوطن ديالنا الجميل كنتظروا أنه موامل يكون الخلف لهذه القيدومين ديال السينمائي إن شاء الله اللي ما زال غادي يعطيه وما زال غادي يعطيهد الشباب ديالنا الحقيقة ممكن لي نقول إلا أننا نجحنا كذلك بأنه حضر معنا الأخ ديالنا كامل كامل اللي كان سعيد جدا بتكريم دياله كذلك الفنان ديالنا المتعلق الرجل اللي اعطيهد بزاف للمسرح والسينما والتلفزيون والسيف رهيم خيلوه للمنطقة ديالنا الحمد لله شاغوفين أننا نجحنا في هذا العمال بحضور الجميع ومستوى الحمد لله راقي ومستوى عالي ديال الساكنة سبارك الله اللي يتبع سال الأمان بوحد بوحد متابعة مميازة الناس جاءوا الحمد لله وولداتهم وعائلتهم تبعوا لها العمل كلها بوحد شغف كبير وبالتصفيقات وبالترحيب بالبوشاركين في كل عمل عمل والحمد لله دول مبتغدين اللي نبغينا أننا ننقسوا الثقافة سينمائية حقيقية وأن السينما تكون الجميع شكرا لكم على التغطية وشكرا لجهة الصحافة لكي سهموا معنا الحمد لله في هذا النصر الثقافة السينمائية نعند الحمد لله لجميع المواطنين ديالنا وجميع السينيفيليين ديالنا في هذا الوطن ديالنا الحبيب للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابنوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي ترجمة نانسي قنقر